مرحبا متابعين الكرام سنتحدث اليوم عن موقف محرج تعرض له الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي بوجود الشيخ زائد بن سلطان النهيان رحمة الله ترشاهما أجمعين هذا الموقف المحرج تسبب فيما بعد ببناء القصر الجمهوري في تعز فخلوكم معنا في شهر مارس سنة 1977 زار اليمن الشيخ زائد رئيس دولة الإمارات وحدث أن أدرجت الرئاسة الإماراتية مدينة تعز ضمن برنامج زيارة الشيخ زائد وبناء على رغبته شخصيا طبعا الرئيس الحمدي وقع في حيرة من أمره لصعوبة تحقيق رغبة الشيخ زائد نظرا لعدم وجود دار ضيافة أو قصر استقبال في المدينة تليق بشخصية ملكية بحجم الشيخ زائد حاول الرئيس الحمدي إلغاء برنامج زيارة تعز وتأجيله لزيارة أخرى لكن المراسم الإماراتية أصرت على هذه الزيارة وبإلحاح مستغرب فما كان من الرئيس الحمدي إلا أن قذر أن تكون زيارة تعز قصيرة جدا لحيث تبدأ في وقت مبكر ليتمكن الوفد الإماراتي من العودة قبل الظهر إلى مدينة إب لتناول الغداء والتحرك نحو العاصمة صنعاء للمبيت قبل أن يحل ظلام الليل المهم وصل الرئيس الحمدي وبرفقته ضيف اليمن الكبير الشيخ زائد بن سلطان إلى تعز وكان استقبال تاريخي للشيخ زائد تاريخي بكل مال الكلمة من معنى ولا تزال إلى اليوم بيوت كثيرة في تعز تحتفظ بصور للرئيس الإمارات الراحل من ضمن الصور التي وزعتها اللجنة المنظمة للزيارة وتذكارات المصورة التي كان الطيران الترحيب يلقيها فوق شوارع المدينة تقديرا للضيف العرب الشديق بدأت الزيارة بجولة سريعة لغرب تعز وهي الجولة التي تبلورت فيها فكرة تأسيس قاعدة خالد بن الوليدة العسكرية كنوات لمنظومة الدرع العربي المشترك أما الجولة الثانية فكانت إلى جبل الصبر العظيم وهنا كانت الاستراحة أو الهدنة الملكية التي أزاحت عناء الرحلة الطويل عن كاهل الرئيس والأمير الزائر وصف الشيخ زائد وصوله إلى جبل الصبر أنها رحلة تعيد روح الشباب ومن دون مقدمات وبارتجال قال أريد أن أبني دارا لي هنا أنتم أهلي وعشيرتي طبعا الجميع كان مندهش ويعتقدون أن هذا القرار أو أن هذه الرغبة مجرد مزحة لكنه كان جادا ومصرا على أن لا يبرح المكان حتى يتم ترتيب أساسيات بناء تلك الدار وبالفعل كانت أرضية منتزه الشخ زائد بن سلطان اليوم في جبل الصبر هي تلك الأرض لكن الأحداث التي أعجبت مقتل الرئيس الحمدي لم تسعف في تحقيق أمنية الشخ زائد الأمر الذي جعل تلك الأرض تتحول فيما بعد إلى مشروع منتزه الشخ زائد في تلك الأثناء كان الرئيس إبراهيم الحمدي طوال الوقت يراقب ساعته بقلق خوفا من أن يقرر الضيف الكريم البقاء في تعز يوما كاملا في ظل عدم وجود قصر ضيافة رئاسي يليق به وكان قلقه يزداد أكثر وهو يرى الشيخ زائد قد استطاب أجواء جبل صبر وبدأ كأنه خرج إلى حياة أخرى لم يألفها من قبل كأنه الحنين لماضي مجهول أيقظته جذور الأرض التي وطأت قدماه عليها زاد الأمر تعقيدا عندما وصلت موائد الفتة بالعسل والفطير الصبري وبسخاء وكرم جميل من أبناء المنطقة الذين فاضوا المكان بسلالهم من البلاس اللذيذ والخو فما كان من الشيخ زائد إلا أن تكع على حجر ومد رجليه لا يريد الرحيل وبدأ يمد يديه ويتجاذب أطراف الحديث مع أهالي المنطقة وبتواضع لا يمكن أن تنساه منطقة صبر مد رئيس الحمد يده إليه خاجر وقال له أخي العزيز أظن يجب أن نتحرك الآن لدينا موعد غداء في مدينة إب والمسافة طويلة لكن الشيخ زائد رد عليه وابتسامة الراحة تملأ وجهه وقال بلهجته تو الناس في خامة الرئيس وليش ما نتغدى هنا وبقي الشيخ زائد يتفقد الجبل بعيني صقر يتفحص التضاريس العجيبة والطبيعة الخلابة وفي نفسه شيء لم يدرك أحد بينما الرئيس الحمدي يفكر بالمأزة محافظ تعز يومها كان يعلم بقلق الرئيس الحمدي فاكترب من الحمدي وأخبره أن في مدينة تعز فلا جديدة بنيت حديثا وهي جميلة ولائجة جدا هي ملك لأحد المواطنين ويمكن استضافة الشيخ زائد والوفد المرافق له فيها وعلى أسس أنها دار ضيافة خاص بكبار ضيوف المحافظة فطلب الحمدي من المحافظ سرعة ترتيب ذلك مع مالك هذه الفلا وإعداد وليمة غداء تليق بمقام الضيف الكبير تم استضافة الشيخ زائد والوفد المرافق له في تلك الفلا وكان مالكها هو رجل الأعمال التعزي أحمد عبدالله الحروي تاجر من منطقة حيفان ووالد المناظر المعروف عبدالعزيز الحروي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية سابقة المهم أقام هذا الرجل ضيافة غداء كريمة أزاحت من صدر الرئيس الحمدي كل القلق وبدأ الرئيس يبتسم ويستعيد ارتياحه لكن القلق عاد إلى الرئيس مجددا بعد أن قال للمحافظ كيف لو أراد الشيخ زائد ينام الليلة في تاعز تصرفه سريعا فما كان من المحافظ إلا أن طلب التحدث مع مدير مراسم الشيخ زائد على انفراد في غرفة جانبية وأخبره بالقصة كاملة وأن الرئيس الحمدي بات في حرج شديد محذر المدير المراسم بأن يتصرف دون أن يعلم الشيخ زائد بتلك التفاصيل لأن الرئيس الحمدي قد يغضب لكن المدير مراسم الشيخ زائد ما قصر ما شاء الله عليه اقترب من الشيخ وبدأ يوشوشه لأنه الآن في منزل مواطن من أبناء تاعز وأن الرئيس اليمني في غاية الحرج لأنه لا يوجد مقر إقامة لكبار الضيوف وأنه يجب المغادرة الآن باتجاه صنع احمر وجه الشيخ زائد عتابا لإخفاء مثل هذا الأمر عليه لكنه باقتدار كبير وبهدوء طلب من مدير المراسم هامسا أن يتولى الديوان الأميري في أبوظبي بناء قصر جمهوري وقصر ضيافة في تاعز مع كافة ملحقاتهما وما يترتب على ذلك من احتياجات تخطيط وإنشاء وتنفيذ وبأسرع وقت ممكن وعلى نفقة الشيخ زائد الخاصة طبعا هذه القصة نشرت قبل سنوات في صفحة شقيق الرئيس الحمدي السفير المهندس عبد الرحمن محمد الحمدي ولن يذكر إن كان الشيخ زائد أكمل يومه في تاعز أم غادل بعدها إلى صنعاء لكن المرجح أنه بقي في تاعز وتم استضافته في منتزه التعاون المعروف إلى اليوم بتاعز والذي تم فيه وعلى عجالة ترتيب حفلا فنيا ساهرا حضره الرئيسان حفلا أحياه مجموعة من الفنانين ومن ضمنهم الفنان محمد حمود الحارسي وآخر وفي المساء يحضر زعيمان الحمدي وزايد الحفلة الفنية الساهر الذي أقامت وزارة الإعلام والثقافة في منتزه تاعز احتفاء بمقدة في ضيف اليمن الكبير سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومرافقيه الكرام حيث قدمت في هذا الحفلة الساهر العديد من الفقرات الفنية التي شملت الرقص والغناء وكذلك من الفلكلور الشعبي اليمني وفي بداية هذا الحفل الساهر عزفت الموسيقى التابعة لوزارة الإعلام والثقافة السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية اليمنية وتبدأ الفقرات الفنية بأغنية صنعانية تصاحبها الرقصة قبل أن يكتمل مشهد المهيب للقصر الجمهوري في تعز وقصر الضياف على قمة هضبة الكامب رحل الرئيس الحمد إلى خالقه رحمة الله تعشاه وبقي القصر شامخا بتصميمه المعماري الفريد من نوعه وإلى أن تم للأسف قصره وهدمه في الحرب الأخيرة التي تمر بها البلد فغادرت واجهة ذلك القصر الجميل من أمام الأعين لكنه بقي وسيبقى عالقا في الذاكرة التعزية لا يغادرها أبدا إلا لقيا